السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الجمعة التاسع من شهر أكتوبة 2020 يوجد جديد أصدقائي لكل من يعيش في ألمانيا السيدة ميركل أعطت الآن النتائج النهائية للاجتماع الذي قامت به مع 11 مدينة كبيرة في ألمانيا يعني عملت لقاء مع 11 عمدة يعني عمدة المدينة يعني رئيس رؤساء البلدية بالألمانية بيرغمايستر هو العمدة المهم هي اتصلت بـ 11 عمدة وتكلموا حول كورونا وترغب بتوحيد كلمة المدن الكبرى أصدقائي في كيف تتعامل المدن الكبرى الألمانية إذا ارتفعت حالات كورونا والسيدة ميركل بعدها أعطت النتائج أصدقائي وكما تعودنا في هذه القناة أن نقول لكم بكل صدق وأمانة ومن مصادر موقتوقة آخر النتائج كي تكونوا على علم بكل شيء ونقضي بطبيعة الحال دائما نقضي على الإشاعات التي تنتشر هنا وهناك سوف نبدأ في البداية كما أخبرتكم بأن السيدة ميركل التقت مع عمدة مدن يعني رؤساء البلدية لمدن بيرلين هامبورغ بريمن مونشن فرانكفورت فرانكفورت أمين يعني فرانكفورت التي توجد على نهر ألمين فرانكفورت التي توجد بالغرب ألمانيا كولن دوسلدورف دورتموند إيسن ليبتسيش وشتودغارد اجتمعت مع هذه المدن وتناقشت معهم حول كيفية توحيد الكلمة خصوصا أنه إذا ارتفعت الحالات لكورونا في المدن الكبرى فهذا الأمر صعب السيطرة عليه لذلك وحدوا الكلمة واتفقوا على ما يلي سوف أخبركم الآن بالنتائج كما تلاحظون الاتفاق الأول هو أنه إذا وصلت الحالات إلى 35 حالة إلى كل 100 ألف نسمة في ضرف سبعة أيام فإن مؤسسة غوبات كوخ الحكومية التي ترقب دائما تطور الأوبئة إلى آخر في ألمانيا لها الحق بإرسال بعض الموظفين إلى تلك المدن الكبرى من أجل مراقبة الوضع إذا وصلت الحالات إلى 50 حالة لكل 100 ألف نسمة فيجب على تلك المدن الكبرى أن تقوم ببعض القرارات الصارمة من بينها فرض لبس الكمامة على المواطنين إما في جميع المدينة أو على الأقل في المناطق الخاصة بالتسوق يعني أحياء التسوق أو الشوارع التي تكون مكتدة بالسكان ضروري على أن المدينة تفرض على الناس لبس الكمامة بالشارع أيضا يمكن للمدينة أن تقوم مثلا بتخفيض عدد الأشخاص الذين يكونون مجتمعين بالشارع أيضا التقليل يعني مثلا الحفلات حفلات الزواج أو العرس أو أعياد الميلاد أو الجنازة أو حفلة ختانة أو حفلة معمدان إلى آخره يعني المدن أن تقوم بتقليص عدد الأشخاص الذين يجتمعون في قاعة يعني يتم تقليصهم إما كحد أقصى عشرة أشخاص أو 25 شخصا يعني عندما ترتفع الحالات أيضا يحق للمدينة أن تبدأ بمنع بيع الخمر وبيع الكحول ليلا أيضا بمنع التجمعات ليلا أيضا يمكن لتلك المدن أن تقوم بإغلاق المطاعم أو بعض المقاهي في ساعة محددة في الليل إلى آخره بالنسبة للمدن الألمانية التي الآن تجاوزت فيها 50 حالة لكل 100 ألف نسمة هي بيرلين فرانكفورت وبريمن هذه الثلاث مدن الآن الكبرى منتشرة فيها كورونا بشكل كبير ودخلت إلى مرحلات الإنضار مرحلات الخطر مرحلات المدن الموبوءة يعني هالثلاث مدن إذن هالثلاث مدن سممكن أن تبدأ بفرض بعض القوانين الصارمة كما قلت لكم لبس الكمامة في الأماكن العمومية أو في الشوارع تقليص عدد الناس في الذين يجتمعون أو حتى بالنسبة لحفلات الزواج أو أعياد الميلاد إلى آخره يمكن أن يتم تقليص نسبة الناس أيضا أصدقائي من القرارات التي تم اتخاذها بأن كل مدينة عندها جيزوند هايتس أمت يعني مركز للصحة إذا مدينة انتشرت فيها الحالة بشكل كبير ولم تعد تلك المدينة قادرة على مراقبة جميع الناس مراقبة مثلا من يعمل حجر صحي من لا يعمل حجر صحي من لا يلتزم به إلى آخره ممكن لتلك المدينة أن تحصل على مساعدة من عند الجيش الألماني أو أن تحصل على مساعدة من عند الشرطة الألمانية يعني هذا أيضا من القوانين التي يرغبون بعملها مثلا حتى الأغض مونكس أمت الذي يرقب الناس في الشارع هل الناس يلتزمون بلبس الكمامة أو يلتزمون بالاجتماعات أو عاملين حفلة فيها عدد كبير من الناس يمكن ويعني الآن بأن تلك المدينة إذا ليس عندها موظفين كافيين لمراقبة الوضع داخل المدينة والسيطرة يعني أن تلك القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إذا كان لتلك المدينة موظفين قليلين تستطيع تلك المدينة أن تحصل على مساعدة من عند الجيش الألماني أو تحصل على مساعدة من عند الشرطة الاتحادية الألمانية أن تساعدها في مراقبة الناس أيضا بأن يقوموا بالالتزام بالقوانين أيضا هناك قرار أخير من القرارات التي اتخذوها يخص المستشفيات يخص دور المسنين يخص أيضا دور الرعاية الاجتماعية بأن المدن التي ترتفع فيها الحالات وتصل إلى خمسين حالة على كل مئة ألف نسمة بأن الحكومة الألمانية تستطيع مساعدة تلك المدن بتوفير فحوصات مجانية لمن يعمل في دور المسنين لمن يعمل في المستشفى أيضا لمن يعمل في دور الرعاية الصحية أيضا للمرضى أو لمن يعيش في دور المسنين أو حتى للزائرين الذين يزورون أهالهم بأن المدينة ليست وحدها من تتكفل بتلك المصاريف العالية التي يمكن أن تترتب عن الفحوصات بأن الحكومة الألمانية يمكن أن تساعد تلك المدينة في توفير فحوصات كاملة من أجل السيطرة على كورونا إذن هذه أصدقائي بخلاصة النتائج التي خرجت بها السيدة ميركل مع رؤساء البلديات لـ 11 مدينة كبيرة في ألمانيا مع عمدة المدن إلتقت معهم بتقنية الفيديو وخرجوا بهذه النتائج من أجل السيطرة على الوضع أصدقائي إذا كان هناك أي جديد سوف أخبركم به أولا بأول شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم